رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم درس وأعظم درس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الأسرق والمعراج وأرجوكم رحلة الأسرق والمعراج ليست مجرد رحلة موسمية كل ما فيدكر كده أتكلم عنها أتكلم أو هي مجرد سرد قصص أو سرد مشاهد حدثت لرسول الله بالفعل أو فيلم علشان النهارضة الأسرق والمعراج فنجيب الأفلام المعتادة اللي إحنا حتى مش عارفين نعمل غيرها الشيماء واسمه إيه دا بتاع الإسلام دا اسمه ايه صدر الاسلام ولا مش عارف ايه حتى الحتة اللي ملمسة مع الناس مش عارفين نستثمرها ان احنا نعمل مدية تعرف الناس تاريخ لازم نيبقى عندنا ده لا الاسراء والمعراج مش بس كده الاسراء والمعراج رسائل اعظم رسالة في الاسراء والمعراج ويكتب ورايا بعد اذنك اختب ورايا هاتقلم كده ويكتب لكل واحد عنده هم وغم وكرب وحياته بالبلا الازرق ومش عارف يعمل ايه ومفكر يعني ان ملهاش حل فين يا استاذ امون الهموم مثل الغيوم ما اجتمعت الا لتمطر وعندما تمطر ستمطر فرجا ينسيك ما اصابك تاني الهموم مثل الغيوم ما اجتمعت الا لتمطر وعندما تمطر ستمطر وفرجا ينسيك ما اصابك يعني ايه الابتلاقات والهموم اللي بتيجي في حياتك عاملة بالضبط زي غيوم السماء غيوم السماء لما بتجتمع ما تبقاش مجتمع بس علشان تحوش الشمس عنك لا دي بتجتمع علشان بعد كده هينزل منها شوية مية ما ترش فينزل على الارض فينبت الارض وجو يبقى صافي والدنيا تمام والشمس تطلع وتبقى خير كذلك همومك اجتمعت 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 فلما اجتمعت هتمطر بس مش هما اتمطر مش هتمطر ماء بقى هتمطر فرج ينسيك ما اصابك ده فين في الاسراء والمعراج ده بقى في الحتة الصعبة قوي اللي كلنا بفرحانين بالاسراء والمعراج وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد الى السماء وذهب الاباة المقدس وانسينا ان قبلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته هي سيدة خديجة اللي هي ما كانتش مجرد زوجة كانت وطن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا لما نزل من الغار على فكرة الست مش محتاج يبقى معاها ثلاثة دكتوراه واربع ماجستير ومش عارف ايه علشان تعرف تتصرف وكذلك الزوج هي ألفة وعشرة ولهفة قلب لما جالها سيدة نبي صلى الله عليه وسلم متوتر حال نزوله من الغار وشاف الملك سيدنا جبريل لأول مرة عملت اين ضمت رسول الله مين علمها نفسيا ان هي لما تضمها هيهدأ دي فطرة دي لهفة قلب ضمته وفي اذنه كده بصوت هادي كده لن يغزيك الله أبدا فكان حضن خديجة وطن لرسول الله ودي كانت بداية البعثة حضن خديجة الذي ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان وطنا بدينا له بعد أن تغير عليه قومه وانتهت مشاهد حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل انتقاله في حجر عائشة علشان بس تتعرفه مكانة المرأة في بعثة رسول الله وفي نبوة رسول الله ابتدأت بحضن خديجة واختيtek بحجر عائشة فكانت المرأة عظيمة في حياة رسول الله عشان حاج بس يجي يتكلم ويقولك فين المرأة أنا الدين بتاعي ما فيش مشكلة أنا المشكلة عندي أنا لما شفتك ما تبكيش في المترو دي عندي أنا مش في الدين لما اتجوزتك وناكتت عليك أعشتك دي عندي أنا مش في الدين لما قلتلك لأ ما تخرجيش من البيت ما تشتغليش وانت مراتي وانا مش عايزك تشتغلي دي عندي أنا مش في الدين الدين اداني كل القواعد الغلط في التطبيق زيك بالضبط لما انت بتنكدي على جوزك دي عندك انت مش في الدين او كلنا عندنا مشاكل فحرام نجل دي الدين حرام حرام المهم فسيدنا نابس عسلم ماتت زوجته فكانت صدمة لو واحد فينا مثلا حد عزيز عليه مات يقعد يقفل الحكومة رسمية تدينه ثلاثة ايام ثلاثة ايام ما رحش الشغل عشان حالته النفسي وهو وديا يكمل الاسبوع وبالحب ممكن يتمدل وما يروحش حالته النفسيها جماعة خلاص حب عمه يموت بلاء مضاعف بعدين قومه يتغير عليه ولاد عمه للمفروض يسندوه بيحربوه ونقوله خلاص اللي كان بيدعمك مات سيدة خديجة كانت تمثل وزارة المالية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنصر الدين بمالها أبو طالب كان يمثل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلاص ما عملش سيدنا النبي زي أي حد كده عنده مشروع وفيش لو قلت خلاص اقفل السجل التجاري يا عم وقفلنا بشغلانا وبطلنا اللي يعطلنا لا نفتح عتبة جديدة ايه المشكلة نأجر محل جديد ونفتح مشروع جديد ونغير ما اعتردش سيدنا النبي على النبوة ولا قال لربنا سبحانه وتعالى يا ربي أطلب منك العذرة عن هذه المهمة الصعبة بقتش قادر لا في اللحظة دي جات له مهمة عمل نداء ان روح الطائف مع ان حالته النفسية يعني فيه وفاة كنا ندخل السيدنا النبي في الطائف هيتقابل مؤاملة الفي اي بي فيري ام بورتانت بيرسون او شخصية مرموقة مش عشان هو نبي لانه فتى قرشي والطائف فيه بينهم نسب وبين اهل مكة يعني حاجة وسيدنا نبي مبني هاشم يعني معروفة القبيلة لكن للأسف قابلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بولادهم السبيان الصغيرين معاهم طوب ويحدفوا سيدنا النبي لغاية مسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الدم من قدمه الشريف ما هي مش مفروشة بورد على فكرة مش مفروشة بورد سيدنا نارسة عصريم يعلمنا في بسط الرسالة دي درس ان السعي سابق السعي سابق الدعاء بعض الناس يقعد في حضن ماما كده ادعيلي يا ماما اشتغل نعم انت مش قد اشتغل عشان ما قدمتش روح قدم يا جميل عشان ماما تدعيلك فان شاء الله ربنا انما اتكلمي يا عمي روح يدعي لا روح يا حبيبي اقف في الصف كده وقدم ورأك ومرة واثنين وثلاثة وترفض وماما تدعي فربنا يجبورك بدعاء امك لكن اصلها ما بتنطرش دهب وما بتنطرش فضة وما بتنطرش شغلانات فتعب فسيدنا النبي لما تعب ولا قال اللي بيحصل معا كده قال بقى عشان هي بتقول لي هندعيو سازة مونة وخلاص خنائتني جاي من العمرة الدينية ربع ساعة طيب من العمرة فسيدنا النبي دعا اشكو اليك ضعف قوتي قلة حيلتي هواني على الناس يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الى من تكلني الى عدو يتجحمني ام الى بعيد ملكته امري ولم يطلب رسول الله من ربه شيء وانما قال له ان لم يكن بك سخط علي